بس نادي الزمالك عنده حكاية تانية حكاية مهمة حكاية أشرف بن شرقي ايه بقى حكاية أشرف بن شرقي وقفين فين لحد دلوقتي في قصة أشرف بن شرقي تعالوا نشوف خلال الساعات الماضية ظهرت العديد من التسريبات داخل نادي الزمالك حول قرب عودة أشرف بن شرقي لعب الفريق السابق والجزائر الإماراتي الحالي للقلع البيضاء مرة أخرى بعد أن دخل مسؤولي نادي في مفاوضات ما هناك العديد من التفاصيل يصريدها رقم عشرة في السطور التانية أولا نادي الزمالك بالفعل لديه رغبة في استعادة خدمات أشرف بن شرقي مرة أخرى لكن هناك العديد من المعوقات التي تحول دون إتمام الصفقة أولها رغبة أشرف نفسه الذي لا يريد العودة للضغوطات الجمالية الكبيرة في الدوري المصري على عكس وضعه الحالي في الدوري الإماراتي ثانيا أشرف بن شرقي لديه أعمال خاصة في دورة الإمارات ولا يريد الابتعاد عنها في الوقت الحالي لذلك يريد الاستمرار هناك من أجل الإشراف عليها وعدم تركها كما حدث من قبل خلال وجوده في الزمالك حيث كان يستغل أي فترة التأكف للذهاب إليها ومتابعتها ثالثا اللعب المغرب اعتقاد في فريق جزيرة الإماراتي ما يقرب من ثلاثة ملايين دولار وهو الرقم الذي لن يقدر الزمالك على دفع للعب علما أن طلبات أشرف لتجديد عقده في الموسم الماضي كانت الحصول على مليوني دولار وهو تسبب في رحيله نظرا لعدم قدرة النادي على دفع هذا الرقم ربيعا أشرف بن شاري يرى أن الزمالك في الفترة الحالية غير مستقر إدارين وماديين وبالتالي لو عاد مرة أخرى لن يتمكن من الحصول على مستحقاته بشكل دولي كما يرى اللاعب أن الوضع الحالي لن يساعد الفريق على الفوز بالبطولات وتحقيق الانتصارات التي تنتظرها الجماهير خامسة بن شاري يرى أن فريق الزمالك في الفترة الحالية لا يضم العناصر التي تساعده على تحقيق البطولات كما أن الفريق بحاجة للعديد من التدعمات من أجل استعادة عافية ولذلك لا يميل لفكرة العودة حالياً كما أنه يملك أروضاً أخرى من الدور الإماناتي الذي يتواجد فيه وأيضاً من الدور القطرة وجمعها أفضل ملاياً من عرض الزمالك ده الوضع بالنسبة لأشرف بن شاري الوضع الفاصل والواضح بالنسبة لحكاية أشرف بن شاري طيب